والمتوافل هو الحديث الذي أصر به الكافة أو رواه الكافة عن الكافة في بداية وفي وسط وفي نهاية الحديث الذي يروى عن جم غفير يستحيل أن تجتمع دواعيهم كلهم على الكذب هذا الحديث يعرف بالمتوافل سيطيب قلوة ما رواه عدد جم أي عدد كثير يجب حالة اجتماع عن الكذب المتوافل الذي يرويه عدد كبير وجماعة كثيرة من المحدثين يستحيل أن يجتمعوا جميعا أو يتواطروا على الكذب بسبب اختلاف بلدانهم واختلاف مذاهبهم ومشاربهم وجواعيهم هذا النوع من الحديث يعتبر متواطر وتحديده بعدد معين ورط لكن غير معمول به بعض العلماء اعتبروا أنه إذا رواه عشر وما فوق عشر فما فوق الله فهو متواطر لكن هذا كلام يستملح لكن لا يعتمد عليه وإنما العبرة هنا من كثرة التي تشهد على أن أصحابها لا يتواطؤون جميعا ومن خلال pearl، ومن خلال الأنسلم ترجمة نانسي قنقر لذي عقaga ترجمة نانسي قنقر أن أقصر المزيد والدليم لذي عقل